السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم لورد عزام ورجعنا لكم اليوم في مقطع جديد مقطع اليوم يا شباب راح يكون وجوع قليتش انك تقدر تبيع السيارة المجانية بفلوس وما اقول لكم فلوس يعني مثلا 500 الف او اقل من مليون لا لا يعني تقريبا مليون وخمسمية الى مليونين الى مليونين شوي فهذا مبلغ المستربن اللي راح يكون لما تسوي القليتش وما بيطلوا عليكم في الكلام يا شباب اذا اعجبكم المقطع لتقصروا معي بزر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان لديكم كل شي جديد في القناة ويلا نبدأ في خطوات القليتش ويلا نبدأ في الخطوات اول شي المطلبات عندنا يا شباب ان يكون عندك سيارة منجانية الناس كلها عنده سيارة مجانية اصلا حتى لو ما هي عندك هي اصلا مجانية تقدر تشتريها وتقول لاخويك اطلب اي سيارة من عنده ويدخلها معه عند الاسكارميت وحين انت بعدما تطلب السيارة مجانية حقتك فجرها بشكل طبيعي وعندما تفجرها ادخل لعند الاسكارميت وعندما ترس بن اتصل على الميكانيكي واطلب عندك اللي هي اغلى سيارة عندك سواء ديليكسو او مستر بن وبعدين تقول لاخويك يفتح التشباد يروح لعند الاسكارميت خيار الاسكارميت الاول او الثاني بعدان خير الرابع يضط عليه اكس اذا كان عند خويك مقفل يروح لعند حرف الاي اللي هو داخل الاسكارميت في حرف الاي يروح يشتري من عنده في عضوية قيمة خمسين الف تقريبا يشتريها من عنده بعدما خويك يسوي الخطوات هذه راح تجيك رسالة وبعدين يقبلها انت بشكل طبيعي وانتظروا انت وخويك لما يخلصوا الوقت اول ما يخلص الوقت راح يرسمنكم مع سياراتكم حين خلي خويك يكمل بشكل طبيعي اما انت انت حر يعني انك تسوي كل يورسلف خلي خويك يمشي يفحح يسوي اللي يبيه اهم شي انه ما يسوي كلير سلف تمام انت بس اللي تسوي كلير سلف لانك انت اللي تسوي القريتش بعدما تسوي الخطوة هذه وترسبين روح لعند اقرم موية كذا عميقة او عميقة او اللي تسمونها انتو وتصل على التأمين وتصل على التأمين اللي يرجع السيارات وبعدين بعدما تشوف لك موية عميقة اول ما تطب في الموية وتغرق السيارة يجيك شاشة رمادية تب الاكسات على السيارة المجانية اللي فجرناها في البداية حين اول ما ترسبين راح تلاحظ ان السيارة المجانية انتكرت عندك والحين يا شباب القيمة السيارة الغالي استخدمناها في القليتش انتقلت للسيارة المجانية فالحين قلنا الخوي يلفت على اساس اني ابغى اعدل على السيارة وتشوفون كم سعرها فراح تلاحظون ان السيارة راح يكون غالي فازين ما تشوفون قدامكم الحين بعدما اخوي يلفت راح تلعندي الاسكراميت اللي هو السانتر اسمع ليش ودخلني بشكل طبيعي اما المشكلة الوحيدة يا شباب انه ما قدر تعلمكم القيمة لان انا عندي حضر بيع ابيع كل سيارة كل يوم فصدقوني يا شباب المبلغ اللي راح يجيكم تقريبا حوالي مليون وربعمية الى مليونين على حسب السيارة استخدمت انا استخدمت المستربين وصار سعرها مليون وخمسمية او مليون وسبعمية اما اذا انت تخدمت الدليق سوى ممكن توصل مليون وثمانمية مليونين بالراحة فبس يا شباب كان هذا ما قطعنا اليوم اذا عجبكم المقطع لا تقصروا معي بزر اللايك واشتراك بالقناة وتعفعي جرس تنبيهات اشان يجيكم كل شي جديد في القناة ومع السلامة